تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش أوضح ما آلت إليه خطط إعمار قضاء سنجار الذي طاله دمار الحرب على داعش وما تلاها من خلافات سياسية وسيطرة للفصائل المسلحة على القضاء فإعادة الإعمار التي خصص لها رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني مبلغ 34 مليون دولار في نيسان الماضي حال خلاف بين بغداد وأربيل دون تنفيذها لمدينة تشكو ضررا كبيرا ببناها التحتية بلغ 80% بشكل يعيق عودة أكثر من 200 ألف شخص نزحوا منها عام 2014 حسب تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الدولية منظمة الهجرة الدولية استعرضت أيضا جانبا من الأوضاع الصعبة في سنجار التي باتت مدينة شبه مدمرة بقطاعات التعليم والصحة والخدمات وبأحياء سكنية متهالكة أضرار خلفها النزاع ضد داعش بين عامي 2014 و2017 وما تلاها من انتشار للمجامع المسلحة كوحدات مقاومة سنجار اليابشة الفصيل العزيدي الموالي لحزب العمال الكردستاني المدرج على قوائم الإرهاب والذي تضعه تركيا في مرمى القصف والعمليات العسكرية منذ أعوام اتفاق سنجار المبرم بين حكومتي المركز والإقليم قبل ثلاثة أعوام خصص لصندوق إعادة إعمار القضاء ثمانية عشر مليون دولار عرق له وبحسب محافظ نينوى نجم الجبوري عدم اتفاق أربيل وبغداد على الجهة المسؤولة على إنفاق الأموال قطاعات التعليم في المدينة بين مدمر ومسيطر عليه من المجاميع المسلحة حسب حسن صالح مراد مدير تربية سنجار الذي أكد أن أكثر من نصف مدارس القضاء خارج الخدمة ودوائره الخدمية متضردة بشكل كبير كما يشير دلشاد علي مزير مستشفى سنجار العام وهم يبحثون عن موقع بديل لها ما فاقم رفض المواطنين العودة إلى مدينتهم دمار البنى التحتية طال الكهرباء والماء فمدير دائرة كهرباء سنجار محمد مجيد يقول إنهم يستخدمون الدعم الطارئ للأمن الغذائي في إصلاح الكهرباء وطرق الإنفاق الأخرى فيما ذكر تقرير حقوق الإنسان الدولية أن 90% من سكان سنجار يعتمدون على مياه بجودة متدنية تنقل لهم بالشاحنات تقرير هيومان رايتس ووتش خالص إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور العراقي ضمنا حقوق المواطنين بالخدمات وطالب الحكومة اتباع نهج متكامل تجاه سنجار كإعادة الإعمار والتعويضات والإدارة التي قال إنه وبدونها ستستمر معاناة العائدين إلى مدينتهم